حدثتا سطو مسلح في العاصمة بغداد وإحداها بمثابة الفضيحة الكبرى نعم رئيس العصابة يقودها منتسب في وزارة الداخلية يعمل بصفة مفوض بالنجا ففي داخل منطقة العطيفية هنا وقعت عملية السطو الأولى وفقا لمصدر أمني فإن أفواج طوارئ بغداد الكرخ وأثناء انتشارها ووجودها في المنطقة سمعت صوت اطلاق نار تبين وجود عصابة تقوم بابتزاز أحد التجار على الفور تواجهت القوى إلى موقع الحادث طوقت المنطقة بالكامل مع إغلاق مداخلها ومخارجها هذا سهل الأمر كثيرا عليهم العصابة التي نفذت عملية السطو المسلح والتسديب ألقي القبض عليها وعدد أفرادها ثلاثة أشخاص ارتدوا الكمامات لإخفاء وجوههم والتمويه إلا أنهم وقعوا بشر أعمالهم مع رئيسهم الذي يقودهم وهو المنتسد وفقا لما تناقله وليست هذه الحادثة الوحيدة للسطو المسلح فاليوم في مدينة الصادر دهمت عصابة متكونة من خمسة أشخاص منزل مواطن ضمن مدينة الصادر وبالتحديد في جميلة شرقين عاصمة قاموا بسرقة سبعمائة مليون دينار عراقي وأربعين ألف دولار أمريكي ثم لاذى أفراد العصابة بالهرب إلى جهة مجهولة واقعتان أثارت الجدال والضجة ومخاوف أهالي العاصمة بغداد لم تنضي 24 ساعة من وقوع الحادثة الأولى حتى أعلن عن حادثة سطو مسلح أخرى هذا ما دفع الناشطين إلى إطلاق الدعوات لتكثيف القوات الأمنية جهودها وخططها للقبض على هكذا عمليات من شأنها أن تزعزع الثقة والخوف في الشارع العراقي موسيقى